نزلت جيم وبدأت تتمرن ولقيت من الروعد الأساسية عندك في التمرين وهو مدى الحرك الكامل وممنوع نهائي تقفل مفصلك وانت بتتمرن او تعمل فيه لقد طيب الكلام ده صح ولا غلط؟ تعال اولا اهلا بيكو في حلقة جديدة معنا كابتن اوكا والنهاردة معنا حلقة مهمة جدا واوعى اوعى تسرح مني عشان تستفيد منها كويس جدا وهي ايه؟ هل فعلا ابار ان انا كل التمارين اللي انا بلعبها ممنوع اعمل فيها لقد للمفصل او اعمل اغلاج تام للمفصل وانا بطمرن؟ اه ولا لا؟ هجوّبك بس قبل ما ندخل في التفاصيل احبب فكرارك انت ودعمني وتعمل الحلقة لك عشان بيستعين نرتير في انتشار الفجيات؟ تعال اقول لك الاجابة الاساسية اللي هنرد عليها هي اه ولا يعني فيه تمارين مسوح تعمل فيها لقد كامل وذا لازم تعمله وفيه تمارين ممنوع نهائي 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 تعمل لقد عشان بتدمر المفصل طيب عشان ندخل على طول ونقول هنقول الاول التمارين اللي مسموح بيها بعدين نبتد نقول التمارين الممنوع او اللي فيها شك او اللي تبعد عنها ايه؟ اول حاجة وهي تمارين السحب بالكامل مسموح تفرد افرد وقف المفصل وعمل اللي انت عاوشه تمارين السحب بالكامل زي تمارين الظهر الجميع عشكاله قدامها تسحب موافق وعمل لورد وما تخافش لانه بيبقى عكس الجاذبية ومافش حملة على المفصل نهائي تمارين الكتف الخلفي نفس الكلام ان كنت بتعبع الفراشر الخلفي ان كنت بتعبع الصحب الارضي كنت بتعبع اي شكل مهما كان قدام لكتف خلفي مسموح بيه لان برضو الجاذبية عكس المفصل ما ينوش ضرر خالص على المفصل تمارين الترابيز الترابيزيوس عمداً كلها لياه برضه دوت يعتبر من السحب مسموح بيه وعشرة على عشرة. طبعا لا تمارين السحب كلها مسموح ويعمل فولكستينشن وما تخافش على كوعك. طب ايه تمارين اللي ماينفعش عامل فيها لجت. نيلي بقى عند تمارين الدفع. فيه تمارين في الدفع ينفع عامل فيها لجت. وفيه تمارين ممنوع نهئي. وبتختلف على زوية الحركة بتاعتي. يعني لو الفرد بتاعي ده هيحط المفصل على وضع مباشر. ضد الجاذبية او ضد المقاومة. فالمفصل هو لا يشيل الوزن اول ما اعمل لجت. ممنوع نهاء نهائي نهائي. زي ايه? ندخل كه على طول في انسلة احنا قلنا بوش فنخش في الشست. تمارين الشست البريس عامة كلها اي تمارين سدر. هعمل فيها بريسند وهزق. ممنوع تعمل فيها لجت نهائي لان الوزن بيبقى مباشر على المفصل. لكن تمارين التفتيح في السدر كلها تفتيح عالي تفتيح مستوية اي تفتيح مهما كان. ممكن تعمل لجت عادة لان عضلة البايسيبس هي اللي بتشيل الويت. وساعتها المفصل مش هو اللي عليه الحمل للأساسي. اعمل وانزل وفرد براحتك عشرة على عشرة. نيجي لتاني حاجة وتمارين الشولدر. نفس الكلام. تمارين الشولدر عمتا الشولدر بريس عمتا او تمارين الكتف الدفع دايما. الدفع ممنوع ان كان امامي او جانبي ممنوع تلورد فيه. الخلف احنا قلنا خلاص ده طبع السحب. فده مسموح عادي. الامامي والجانبي ممنوع تلورد فيه خالص. لكن لو هعمل رفرفة زي رفرفة امامي او رفرفة جان مسموح بيها عشرة على عشرة. افرد زي من تعاوز. مفيش اي مشاكل. لان الوزن مش عمودي او مش مباشر على المفصل لو عملت. طب ندخل للنقطة اللي بعدها وهي تمارين التراي. التراي عندي ا. ولأ. تمارين التراي هنحط اول قسمي فيها وهي تمارين البوشنج على الكابل. تمارين الدفع كلها. اي تمارين ببوش داون. لو انا بلعبه صح وبيعمل الزاوية بتاعتي. واخد الكيرفر بتاع ضهري. فانا مهما عملت مش هيبقى الوزن مباشر. لكن لو عملت الاستخدام الخطأ او الاخر بتاعه اللي انا اشتغل على وضع المنفاخ. ان انا ابتدي اركب بكتفي على الجهاز. انا شايلت كتفي الوزن وشايلت ترابيس الوزن وحطيت المفصل على وضع مباشر وده كده بقى ممنوع خالص في التراي. نيجي عالشكل التاني وهو ان كان بالحبل او بالضنبل. لو انا بلعبه وبطلع بزاوية الورى وكوعي مش مباشر معها كتفي اعمل ده عادي لان لسه فيه كيرف في الوزن الوزن مش مباشر عالمفصل. لكن لو بقى كوعك مباشر مع كتفك اللي على خط واحد وبتطلع بالوزن فوق خالص فكده الوزن بقى مباشر على كوعك وده كده مصيبة عشان بتحمل عليه. الشكل التالت في وهو او تمرين مدمر جمجمة او تراي سيبس عن نايم انا نايم على الفنش. لو انا بنزل بالوضع القديم اللي انا بنزل به عند منتصف الجبهة فكده ممنوع تعمل لان بيحط الكوع على وضع مباشر او ضغط مباشر في وضع لكن لو انت بترمي ورا راسك افرد وما تخافش عشرة على عشرة. اخر تمرين معايا في شكل وهو الكيت باك والكيت باك متاح ليه في جميع الاوضاع بتلعبه على الكيبل صح بتلعبه على على الحر صح طبعا على الكيبل لو انت واخد زاوية حرة ان انت منزل الكيبل تحت شوية مش مخلي الكيبل في وضع كتفك ان هو مزبوط مع كتفك مع طول كتفك ده مصيبة ان انت تخليه في مع طول كتفك فلما هتفرد للاخر هتحط المفصل انه يبقى الوزن ينازل عليه بطريقة مباشرة وده كده ساعتها غلط لاز يبقى الوزن او الطول بتاع الجهاز نازل سنة لتحت عشان محطش المفصل على وزن مباشر او وزن نازل عليه عمودي نيدي الاخر مرحلة وهي مراحل الرجل او اكبر عضلة في الجسم وهي الرجل طبعا قبل ما اخش في الرجل بفكرك بالحيبر اكستنشن او او عضلات القطنية عضلات القطنية من تمارين الصحب في مصموح بيها كويس جدا مفيش اي مشاكل لان احنا قلنا كل تمارين الصحب مصموح بيها نخش بقى على عضلات الرجل هنخش لعضلات التمارين الكمباوند زي او او والطعن او او جهاز دفع الرجل كل دي تمارين ممنوع نهائي تمارين دفع لما بتوصل وتفرض خالص بتحط مفصل الرجل على وضع مباشر على حمل مباشر نازل عليه او وزن عمودي نازل عليه فكان انت بتضمن رجبتك ممنوع نهائي لكن تدي بقى تروح على مع انه دفعه ممتاز 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 زاوية بتاعته عشر على عشر افرج للاخر وما تخافش خالص نروح لتاني زاوية وهي اللي هيعتبر طبع تمارين الصحب اللي هو ان انا ان كنت نايم او ان كنت قاعد مسموح ان انت تفرض رجلت خالص مفيش اي مشاكل عشرة على عشرة مفيش حمل خالص على المفصل عضلات خلفها اللي شايلة الوزن نيدي الاخر جزء هو عضلات السمانة الجاسترانيميس طبعا في حد اسمها سيليس اللي انا بلعبها وانا قاعد دي مسموح بيها عشان تجدها بتبقى تاني رجبتك فما فيش فيها اي مشاتل لكنه هتلعب وضع الواقف اللي لازم تخلي بالك ممنوع تعمل لورد في رجبتك عشان ما تشيلش رجبتك وزن البير انا عايز اشغل عضلات ما شيلش مفاصل دي من التمارين الممنوعة دي دي بقى وصلنا لنهاية حلقة النهاردة ويرب ما تكونش تهت مني كاعدة عامة كل تمارين السحب مسموحة تمارين الدفع اللي فيها قليل وقال وقلنا على بعض الامثلة وحاولت اشرح لقد مقدر بالعمل يا عشان ما تهشي مني لو فيه تمارين انا ما قلتوش اسألنا وقلها بتعمل في رجب ولا لأ في الكومنتيات هستنى رأيكم لو فيه اي حدا ننسيتها بس اكيد مش احبب ان انا طول الحلقة على قد مقدر وقلت لو عادة بيتها مش احبب ان تعمل حلقة لايك كان معكم كابتن اوك